السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي تحيي كبيرا لكم معاز الخطيب يوجه رسالة قوية لإيران انسحبه من سوريا لتجنب الهزيمة السياسية والعسكرية وجه الرئيس الأسبق للإتلاف الوطني السوري المعارض أحمد معاز الخطيب رسالة مباشرة إلى القيادة الإيرانية مطالبا بسحب قواتها ومليشيتها بشكل فوري من الأراضي السورية وأكد الخطيب أن انسحاب إيران يمكن أن يكون خطوة تحفظ ماء الوجه وتجنبها هزيمة سياسية وعسكرية محققة وأضاف الخطيب أن الشعب السوري لا يقبل الوصائي من أي جهة خارجية مهما كانت مؤكدا أن مقاومة الشعب السوري مستمرة ويجب أن تكون قراراته متعلقة بمصالح الوطنية فقط كما شدد على أن استمرار التدخل الإيراني في الشؤون السورية سيزيد من تعقيد الأزمة ويؤدي لتصعد الغضب الشعبي ضد إيران ودعاء الخطيب إيران إلى إعادة النظر في سياساتها في سوريا مشيرا إلى أن إنهاء وجودها العسكري سيصب في مصلحة الشعبين السوري والإيران أو الإيراني على المدى الطويل